زي ما قلنا لحضراتكم في البداية اللي حصل الامبارح ده بيؤكد اننا على الطريق الصحيح لدولة ديمقراطية حديثة مش فكرة بس مؤتمر تم فيه اعلان الاستراتيجية الاولى لحقوق الانسان لا كان فيه امبارح كمان جلسة نقاشية بتؤكد وبتقول تطبيق عملي جلسة دي كان فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حاضر منصط يسمع بعناية وكان لها عنوان العنوان هو حقوق الانسان بين الحاضر والمستقبل كمان كان فيها حالة نقاشية من الرقي وكان فيها كل الاصوات وكل الاطياف الخاصة بالمجتمع المصري كانت ممثلة مسؤولين مفكرين متقفين من كل الاتجاهات قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها ان النمو السكاني تحدي كبير بيواجه الدولة المصرية مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لانسان وانسانة سنويا دولة بحجم مصر محتاجة انفاق سنوي انفاق سنوي بيقدر ب 17 تريليون جنيه انا عايز اقولك على حاجة شوف وانا التحدي دا قلته من من التحديات وفتكروا انا قلت ان التحدي نمو السكاني اللي انت بتشوفه دا من قضايا كثيرة جدا زي كده انا اقدر اوفر مش انا اي حد في الدنيا يقدر يوفر لمليون انسان وانسانة بينزلوا سوء العمل سنويا مين دا مين دا يقدر يعمل كده مين يقدر يعمل نزام تعليم جيد جدا ل 22-23 مليون تعليم عام مش كده دكتور مصر مين يقدر هتلع ايه النزام هتلع ايه هتلع تعليم متواضع جدا دا كلمة مؤدبة طب مين اللي هيقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لمية مليون حتى لو كان عدد مستشفياتنا خمس تلاف انا قلت مرة قبل كده وبقى كده وعشان اختم بها الكلام بقى دولة زي مصر هيزعى الاقل لانفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويا يعني 17-18 تريليون جنيه لو الرقم دا موجود حسبوني وحسب الحكومة على الاداء وحسب الحكومة على الممارسات وحسب الحكومة على حقوق الناس اشتركوا في القناة